ومع التصاعد الحاد في منحن الإصابة اليومية بكوفيد-19 تتزايد الدعوة لضرورة تلقي اللقاحات للوصول للمناعة المجتمعية وكبح جماح انتشار الوباء عمو على الرغم من تدني نسبة العامة لمستوى تلقي اللقاح في البلاد إلا أن مراكز التطعيم تشهد إقبالا على تلقي الطعوم ماذا تنتظر لأخذ اللقاح؟ سؤال وجهه الزميلان فهد الزايد وعيد الشمري خلال هذا الاستطلاع ارتفع معدل إقبال على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية وقت الحظر الجزئي قياساً بالفترة السابقة وقد أصدرت وزارة الصحة أعداد متلقي لقاحات فايزر وأسترزينكا حتى مساء أمس وصل إلى نحو ثلاثمائة واثنان وعشرين ألف مواطن ومقيم ومن المرجح ارتفاع وتيرة التطعيم تدريجياً سيما مع تدشين مراكز صحية ومستشفيات ومواقع أخرى التقينا بعضاً من المواطنين والمقيمين متلقي اللقاح ورسالة موجهة الأشخاص المترددين بأخذ اللقاح واتفق الأغلبية على كلمة شناطرين أي والله خذيتها خذيتها من أقل من ثلاثة سابيع وعندي اللقاح الثاني إن شاء الله بأربعة عشر من الشهر هذا أقول ياهل الكويت شناطرين يعني لازم الكل يأخذ التطعيم هذا عشان نحس بأمان ونطلع براحة وما نأذي غيرنا راحوا الناس أعزاء علينا ماتوا منا ومنهنا شكثر فأخذوا اللقاح وارتاحوا عشان كل شيء يتبطل ونستانس ولا نأذي غيرنا وربي حفظنا يحفظ ديرتنا يا ربي وأمة الإسلام كلها يا رب العالمين ناطر إن شاء الله بحط لنا موعد شوفوا لجواح الزملانة والسغلانة شون حوط طعيم شون وضع أوضاعها شلي شغلاتها شون بحط لنا موعد إن شاء الله الحمد لله أخذت الجرعة الأولى وناطر أنا بصراحة ناطر على نار أخذ الجرعة الثانية أوجه حق الشاب شناطرين على اللقاح إن ما تأخذونه الحمد لله أنا أخذت الجرعة الأولى وناطر على نار إني أخذ الجرعة الثانية لأن حتى اللي صار عندنا بحالات بأهلنا في وحدة صار فيها وكانت ما أخذ اللقاح الحمد لله يعني خفنا عليها بس الحمد لله بسبة اللقاح إنها صارت يعني ما صار عليها أعراض قوية ليلحي ما أخذته حقيقة هناك هجوم كبير من العالم الإفتراضي أو السوشيال ميديا ضد هذا اللقاح فأنا قاعد أدرس شوية شوية أشوف مثل كفة الأرجح الكفة اللي تقول إنه اللقاح ما في شك أخذوه من دون خوف وخصوصا لمن لديهم تاريخ يعني صحي في أمراض يعني مزمنة وليسة أخذو من يومين وقودوا لسة القرار الأولى ولسة الثانية إن شاء الله شو نطرين يعني إنهما يأخذوا اللقاح اللقاح مفيد جدا وأعتقد أن نحنا كلنا لازم نسحا أن نحنا نأخذوا اللقاح عشان الوضع اللي احنا بنمر به السيء طبعا كلنا يعني لا والله شناطر والله ما أدري تبصج تخوف ما بيديش نظرية المأمرة لا مو نظرية المأمرة بس ما فينا لعافية صادتنا كرة أنه هذا إحنا من شهر سبعة ما فينا لخير أي نعم أخذت اللقاح ماذا أخذت قبل أسبوعين تقريبا شناطرين أخذوا عشان تخطون الأزمة الصعبة اللي احنا قاعد نمر فيها والدولة اللي تمر فيها والحمد لله دولة موفرت لكم اللقاح غير عن باج الدول اللي اللي حين ما توفر لها اللقاح وكان هناك رسالة من صغار السن للمواطنين بأخذ اللقاح والانتهاء من هذه الجائحة والعودة للحياة الطبيعية ورفع الحاضر أخذوا اللقاح عشان الوباء ما يزيد كل حاضر حاضر من خمس لخمس ما يشهد أخذوا اللقاح عشان الوباء لا يزيد أخذوا اللقاح عشان الوباء ما يزيد حنا ملينا أصلا من حاضر كل وقت حاضر حاضر ملينا أخذوا اللقاح عشان الوباء لا يزيد ملينا لم يعد هناك من عذر في عدم أخذ اللقاح وهو واجب وطني لابد لكل منا أن يساهم فيه حماية لمجتمعنا ومكتسباتنا الوطنية شناطرين فهد زايد اي تي في العدالة